على ذكرى المنظومة التعليمية كمان الحقيقة ويمكن كنت قلت لحضراتكم موضوع ده امبارح كنشاط بدأت به مؤسسة حياة كريمة والنشاط ده هفضل مستمر واللي عليه مؤسسة حياة كريمة الحقيقة عقدت لقائين لقاء مع دكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ولقاء آخر مع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة رؤساء الجامعات الحكومية خلال الاجتماعين دول الحقيقة المستهدف هو أنه كان تم عرض وفد مؤسسة حياة كريمة عرضه فكرة أنه يتم عمل عدد من الملتقات والندوات واللي تبقى موجودة على الأجندة عشان كلمة الطالبة والطالبات في العمل التطوعي ومشروع القومي حياة كريمة وإن اللي بيتم فيه كل ده بيبقى في إطار خدمة أهداف التنمية اللي بيتم وكمان عشان نبدأ نفهم ونوعي الطلبة والطالبات على قيمة وأهمية العمل التطوعي بالإضافة لده كمان الحقيقة خلال الاجتماعين كان الحديث أيضا على التعاون للنهوض بالعملية التعليمية في مجال التعليم بشكل عام واستعرض الوزير كل ما يتعلق بقنوات مدرستنا ومشروع مدارس مصر المتميزة وتدريب المعلمين ومدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية وأكدت الأستاذة آية عمر رئيس مجلس أماناء مؤسسة حياة كريمة حرص المؤسسة على نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي بين طلاب المدارس بمختلف مراحلها التعليمية وأيضا بين طلاب الجامعات وزي ما قلت لحضراتكم دي سلسلة من الندوات اللي هتفضل مستمرة على مستوى كافة الجامعات في كل المحافظات اشتركوا في القناة